تعتزم بريطانيا توقيع اتفاق مع الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل فرونتكس للعمل معا من أجل مكافحة الهجرة غير النظامية وأعلنت وزارة الداخلية البريطانية في بيان أن الاتفاق ينص على تبادل المعلومات الاستخبارية بين فرونتكس وقوة الحدود البريطانية للمساعدة في التصدي لعصابات تهريب البشر مضيفة أن الاتفاق يشمل أيضا التعاون في تطوير تقنيات جديدة مثل استخدام الطائرات المسيرة لحماية الحدود